اشتركوا في القناة سميت بصورة الشمس ومن عجب أن تعلم أن في القرآن صورة باسم صورة الشمس وصورة باسم صورة القمر وصورة باسم صورة النجم وهذا تقسيم مرتبط بالكواكب أي بأسماء الكواكب كما أن هناك أسماء مرتبطة بأسماء الأنبياء وهكذا أحيانا بالصفات كما في صورة المؤمنون صورة المنافقون صورة الكافرون نفي عند قول الله جل وعلا والشمس وضحاها أقسم ربنا جل وعلا بالشمس فما الشمس الشمس مخلوق من مخلوقات الله نتفيأ الحديث عنها فيما يقربنا إلى الله فالشمس آية إنما قبل أن نستفيد من شعاعها نستفيد من كونها آية تعرف بربها جل وعلا الله جل وعلا يقول دا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وأخبر جل وعلا أن هذا كله مصخر بأمره تبارك اسمه وجل ثناو والشمس آية عظيمة من آيات الله ولهذا من عظم آيتها جاهل بعض بني آدم حالها فعبدوها وقد قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم وهو يناظر قومه فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهها للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين الشمس كتب الله لها عليها كتب الله عليها أمورا ثلاث أن تكسف وهذا وقع أو تخسف والمعنى واحد وقع في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كسفت الشمس في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم فظن البعض أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم فحفاظا على جانب التوحيد في الأمة قال صلى الله عليه وسلم خطيبة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان ولا يخصفان لموت أحد ولا لحياته وأخبر أنهما آية وأن الحال إنما يكون بأن يفزع المرء للصلاة لكنك تلحظ أن خصوف الشمس شيء عارف فلا تلبث أن تأود إلى حالها وهي تستأذن ربها وهذا الأمر الثاني كل يوم كما قال النبي عليه السلام لأبي ذر يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تأتي فتسجد تحت العرش فتستأذن ربها فيأذن لها فانظر إلى قوله عليه السلام تستأذن ربها من هنا تعلم أن الله جل وعلا عظيم وتعلم فقه قول الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبذا وأنكم إلينا لا ترجعون فتستأذن ربها فيأذن لها حتى يأتي يوم تستأذن ربها فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث طلعت من حيث أتيتي فتطعو على الناس من المغرب فإذا رأى الناس أنها قد ظهرت من المغرب آمنوا حينها يقفل باب التوبة قال الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان يا خيرا الحالة الثالثة أنها تكور وهذا يكون عند قيام الساعة قال الله جل وعلا إذا الشمس كورت وهذا هو الحال الثالثة لكن جاء في السنة ما يدل على أن الشمس تأوب فهل هي هذه الشمس أم غيرها العلم عند الله فقد جاء في الأخبار الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم في ذكر أحوال يوم القيامة قال وتدنوا منهم الشمس ويلجمهم العرق أي في ذكر أخبار أحوال الناس فقولوا عليه الصلاة والسلام تدنوا منهم الشمس ويلجمهم العرق دليل على أن الشمس تظهر مرة أخرى لكن كما قلت والله أعلم إن كانت هي شمسنا في الحياة الدنيا أو كان غيرها والشمس كانت وما زالت يضرب بها الناس المثل في الجمال مقارنة مع القمر لكن الشمس يقال تضرب مثل في الشيء الواضح وكما تقول العرب في أمثالها براءة الذئب من دم ابن عقوب لأن الذئب لم يتعرض ليوسف فقط كذلك يقولون في أمثالهم براءة الشمس من اللمس براءة الشمس من اللمس فمن جزم ببراءته ببراءة حالي في أحوال الدنيا وأراد أن يثبت أنه بريء يقول أنا بريء من هذا الأمر براءة الشمس من اللمس لأن العالم كله متفق على أن أحدا لم يلمس الشمس خاتمة المطاف هي آية من آيات الله جعلها الله جل وعلا تدل على وحدانيته وعلى رموبيته فأنعم وأكرم بعبد فقه هذا فقه عن الله مراده فعظم ربه وأجله وعبده وأطاعه واتقاه إلى يوم يلقاه يسر الله لي ولكم سبول الهدى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر